السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن تراجع عطارد في برج الأسد اللي هو يتراجع بالعذراء ويرجع لبرج الأسد يوم الخميس 15 أغسطس طبعا بالنسبة للتراجع احنا ذكرنا يوم خمسة ثمانية انه بدأ التراجع لعطارد في برج العذراء وانه رح يظل متراجع بالعذراء ليرجع مرة ثانية لبرج الأسد الساعة 12 و15 دقيقة بعد منتصف ليل الأربعاء للخميس 15 ثمانية لا يعود عطارد متراجع للأسد زي ما حكينا ورح يظل متراجع بالأسد لمساء يوم الثلاثاء 27 ثمانية ساعة 9 و13 دقيقة مساء بعدها بيرجع للحركة الأمامية حكينا انه خلال فترة التراجع هاي فترة بصير فيها نوع من انواع التشويش في حياتنا اليومية وانه تأثيراتها سلبية بتكون في المجالات الرئيسية اللي بتأثر علينا اللي تتعلق بالاتصالات والمواصلات إذن لاحظنا بالفترة الماضية تعطوا الهواتف بصورة مفاجئة بتضيع رسائل في البريد بيتأخر طرد بريدي أكثر من المعتاد أيضا كان فيه اكتظاظ بحركة المرور في جميع العالم مننتظر طويلا بالسيارات تعطيل بالمطارات بالسفر تأخير طائرات ومنلاحظ أيضا في فترة التراجع عطارد انه زاد أعداد الأجهزة الكهربائية اللي تعطلت في المنازل بصورة مفاجئة ودون سابق انذار تلفاز مذيعة للاجي غسالة تليفون أي أجهزة إلكترونية طبعا حذرت أنا من التراجع الأول اللي هي حلقة يوم خمسة ثمانية وقلنا إنه أي شخص بده يوقع على عقد أو على أي وثائق بده يتأكد من بنودها بشكل جيد عشان ما يتسرب أي بند وإذا في مجال تأجيل العقد لبعد الانتهاء التراجع بيكون أفضل ولكن إذا كان الطرار يبدو يدقق بكل التفاصيل وما بنصح لأي شخص دائما في فترة التراجع أنه يكفل أي شخص آخر ماليا فترة التراجع عطارد من لاحظ أو لاحظنا عدم الاستقرار الوضع المالي بصورة عامة خصوصا في البورصة والأسواق المالية اللي تغيرت بشكل مرعب جدا من أول يوم بدأ فيه التراجع وصار فيه صعود بشكل ونزول بشكل مرعب جدا وهذا التحذير إحنا حذرناه في حلقة عطارد وإنه الأشخاص اللي بيضربوا بالسوق المالي ينتبهوا لأنه فيه مفاجآت بتكون بشكل مرعب أيضا في فترة التراجع بصير النسيان والتشويش اللي نفقد حاجياتنا، مفاتيحنا، أوراقنا ثبوتية وحكينا أنه ينصح بتناول الأغذية اللي بتنشط الهرمونات هرمون السعادة، شوكولت، داكني، جوز الهند، المأكلات البحرية العسل، السبانك، والكثار من اليود لتنظيم الغد الدراقية وأيضا في مجالات الدراسة بنلاقي أنه بتخف القدرة على الاستيعاب وأيضا بيصير في عدم رغبة للدراسة أو المطالعة أو بتزول الرغبة في الالتحاق بالدورات الدراسية الآن في المرحلة هاي طبعا هاي كل هالآثار رح يظل مستمرة أكثر الأشخاص اللي عليهم الحذر هم موليد برج الأسد لأنه رح يتراجع عندهم وأيضا العذرة والجوزة لأنه هو كوكبهم الأساسي فعشان هي كذولا أكثر ثلاثة بدون يكونوا حذرين من هذا التراجع حتى انتهاءه وباقي الأبراج على حسب التراجع بيكون في أي بيت لألهم عشان نحدد إيش الزوايا اللي رح تتشكل بالفترة القادمة ونحدد إنه إيش السعادة وإيش النحوسة أو الفترات اللي فيها ضغط والأقل ضغط أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين أورانوس يوم 18 ثمانية طبعا تأثيراتها بتبدأ من اليوم اللي هو يوم 15 أب بداية عملية التراجع بشكل أقوى بتصيبنا حالي من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصب علينا إيجاد حل المسائل كما أنها بتجعلنا عصبيين المزاج من ارتكب الأخطاء من تهور وهو الوقت الغير صالح للشراكات لا تعتمدوا على الحدث في هذه الفترة بيخلق كثير من الأفكار الثورية مخالفة للرأي العام تجعلنا عصبيين من ارتكب الأخطاء ومتهورين وهو وقت غير صالح للشراكات بدل أيضا على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعم اليمين وممكن تشهد هذه الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية احتمال وقوع تفجيرات أو زلازل كما أنها بتشهد هذه الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة والكتاب للمتابعة القضائية أو الاعتقال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون يوم 24 ثمانية وعادة عند حدوث هذا الاتصال بسود شعور عام بالويام فبسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقة مع الأحبة وبتشجعنا على القيام بالمبادرات بتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري اللي بيمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء الأعمال كما أنه بيدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة بلد عسكريا وتطوير مستوى الجيش وتحسين الأوضاع العسكر ورجال الأمن وممكن تشهد هذه الفترة تزايد تنقلات بالجيش من مكان لآخر في نفس البلد كم بلد ما طبعا كما أنه بتركز الصحافة على قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال والقطاع الصحي في بلد ما وكذلك اهتمام أكثر بالميدان الرياضي وتنظيم العلعاب والمباريات والمواسم الرياضية زي ما لاحظنا في البداية بيكون ضغط جدا بعدين بخف الضغط في آخر أيام التراجع ولكن بظل فترة منتحسة خلينا نشوف إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج إيش أكثر شغلات تحتاطوا منها بالفترة القادمة برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بما أن التراجع رح يكون في البيت الخامس فهنا رح يكون يعني يبعدك شوي عن الأجواء المرحة بتحس أن الأمور بتصير بغطو ممكن تتعطل بعض الأشياء كليا عليك الصبر قليلا بتميل لأخذ الأمور بجدية ولكن مع الشعور بعدم القدرة على التفكير التفكير الصحيح كما أنه إذا كان عندك مشروع لتعاقد مع الخارج أو سفر حاول تأجيله حتى انتهاء فترة التراجع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا تراجع وطارد رح يكون في بيت البيت بيت الأب النظام الأسري بيجعلك شخص متشكيك في كل شيء ورافض لكثير من الحقائق أو الأمور وممكن ينعكس ذلك على صحتك بشكل سلبي عليك الحذر من الدخول في حوارات غير ذات جدوى لأنها ممكن تتحول لخلافات واضحة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هي فترة سلبية عموما وخصوصا كوكبك فممكن تشعر خلال هاي الفترة تراجع بصعوبة بالتواصل لسيما مع الإخوة مع الأخوات مع الوسط المحيط وبيشعر الطلاب بعدم الرغبة في الدراسة وبأنه كل شيء بيدرسوا ما له أي قيمة وبتكون متهرب من الكثير من المسؤوليات الموقعة على عاطبك انتبه خلال السفر على الطرقات من الحوادث الطارية حاول عدم الدخول في أي علاقات تجارية بهاي الفترات أجلها لبعد انتهاء التراجع برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان التراجع طارد في بيت مالك رح يأثر عليه خلال سيما على الأمور المالية فممكن تتعرض لخسارات كبيرة إذا ما بتكون حريص كما يجب لا تحاول الدخول في أي عقود مالية أو قروضة جديدة ما تكفى الأحد لأنه ممكن تقع ضحية لبعض المستغلين عليك ترتيب الأولويات وتأجيل أي حوار غير مجدي مع المحيط بك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد أنت أكثر المتضرري من تراجع طارد في برجك لأنه عليك الحذر من فقدان الرغبة بالقيام بأي أمر جديد لسيما في مجال تطوير المهارات أو التعلم بتفقد رغبتك في القراءة أو المطالعة ممكن يصيبك اليأس في كثير من المواقف وممكن يحصل معك خلافات في الرأي مع المقربين وممكن يتأدي إلى قطع بعض العلاقات انتبه لأراضك بشكل جيد هذه الفترة لأنه ممكن تفقد شيء ثمين برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بيأثر عليك تراجع طارد لأنه في بيت متاعبك وكوكبك بيجعل علاقاتك متوترة بوسطك القريب ولسيما في علاقاتك مع أسرتك وممكن تكون متمرد على الكثير من العراف والتقاليد في الفترة وتجاهر برأيك بشكل انفعال كبير ممكن يسبب لك كثير من الانفعال في علاقاتك لا تتفكر في تغيير نمط حياة المحيط بك لأنك راح تواجه معارضة كبيرة يحذر من الدخول في مواجهة مباشرة لأنها ممكن تتحول لخلاف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان راح يأثر عليك تراجع طارد بشكل سلفي في علاقاتك بأصدقائك ما تحاول فرض رأيك على الآخرين بالقوة لأنك راح تلاقي مواجهة حادة مع بعض الأشخاص في أصدقاء ممكن تنقطع علاقتك فيهم بسبب خلاف بالرأي أو فهم طارئ أو بسبب مواقف غير مرضية مرضية بالنسبة لك لا تتسرع بالحكم أو اتخاذ المواقف الحادة اللي ممكن تندعم عليها لاحقا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتمر بفترة صعبة يعني حاول أنه تمسك حالك شوي لسيما فيما يتعلق بوضعيتك الاجتماعية انتبه لسمعتك لأنه هناك من يحاول تشويه صورتك أمام الآخرين والتقليل من منجزاتك وأعمالك المختلفة لا تحاول طلب الترقيات أو التقدم لأي مشروع جديد في هذه الفترة وإعمل على إنجاز أولوياتك بشكل مدروس برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا تراجع عطارد رح يعمل نوع من أنواع التعطيل على كل ما يتعلق بالسفر والدراسات العليا بتحس أن الأمور ما بتصير معك بشكل سهل ممكن تتعطل بشكل كلي عليك الصبر قليلا إذا كان فيه أي مشروع للتعاقد الخارجي أو سفر حاول تأجيله إلى ما بعد انتهاء التراجع كما أنه الدخول في أي قضايا أو محاكم ما رح تكون لمصلحتك في هذه الفترة حاول الانتباه أكثر والابتعاد عن اللامبالاة السلبية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا تراجع رح يأثر عليك في كل ما يتعلق بعمليات الميراث أو نقل الملكيات فهناك الكثير من المقربين اللي بيحاولوا إظهارك بمظهر الخاسر أو بيحاولوا الإسهل إليك فترى غير مناسب لتغيير السكن أو شراء العقارات أو الدخول إلى المحاكم وبتجد نفسك مدفوع لإنجاز ما تراكم عليك من العمل مع شعور كبير بالعجز برج الدلو تراجع طارد في بيت شراكتك رح يضع علاقتك بشريك العاطفة أو العمل على المحك وممكن تنشأ خلافات طارئة لأدفه الأسباء كن على حذر واضبط انفعالاتك ورغبتك في التعبير المباشر عن رأيك لأنه ممكن ما يكون هذا الأمر محط إعجاب الآخرين بتتأثر صحتك بشكل كبير في هاي الفترة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت خلال الفترة القادمة رح تشعر بثقل بتعلق بالعمل وبأنك عاجز عن تحمل المسؤوليات وبأنه رأيك غير مقبول من الآخرين وممكن يتراكم عليك العمل وتحس بالتقصير عليك الانتباه لصحتك بشكل فعلي ولا تهمل أي طار أو عارض صحي في الفترة القادمة وهي فترة غير مناسبة للقيام بأي عمل جراحي أو إجراء عمليات طبية أو تجميلية هيك بنكون انتهينا من حلقتنا للأخبار الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء